انتي تجاوزتي راجل متجاوز وعارفة ان عنده عيال وتجاوز يعني يخدتيه من مراته بخصة حب واقنع مراته ان الحياة عادية مفيش اي مانع انه يقنعك ان الحياة عادية ويتجاوز التالتة انا زوجة تانية بقالي خمس شهور زوجة تانية بعد حب سنتين وزوجي للأسف بتاع ستات وعلاقات كاملة وتكلمت معايا كتير يعني هي زوجة تانية بقالها متجاوزة سنتين بعلاقة حب وجوزها راجل بتاع ستات وعلاقات كاملة خطوط تحت كاملة اتكلمت معايا كتير وقبل كده هكرت جهازه مش بقولكو في البداية الستات بقت يعني جوابرا هكرت جهازه ومسكت المسجات وسبت البيت وقال لي خلاص والله بس ساعديني وانا غلطت ولقيت ورجع تاني اعمل ايه انا تعبانة جدا لاني بحبه والمفروض هو كمان الاسبوع مقسمه بيني وبين مامة الولاد ومش مخليها محتاج حاجة دلع وكل حاجة وانا الحمد لله جميلة وهو بحكم شغله وتعامله كله مع ستات ياريت ترد علي لاني بجد ربنا اللي عالم بحالي معلش انا ليه وجهة نظر هتدايق بعض الناس يعني بالعقل كده واحد راجل هاي بقى ايه نفكر متجاوز اتنين مش انفصل وتجاوز لا دل اتنين على زمته ومقسم الوقت حاجة متولي يعني تلت ايام هنا وتلت ايام هنا ادي ست ايام فيه يوم يعني هيضيعه ما هو برضو لازم يستثمره ما هو اليوم ده مش هيقضيه في المسجد هو تلت ايام هنا وتلت ايام هنا وبعد كده يبقوا يومين هنا ويومين هنا ويومين هنا ويتبقى يوم وهلازم يبقى فيه يوم زيادة وبعد كده يبقى يوم يوم ما ينفعش انت تجاوزتي راجل متجاوز وعارفة ان عنده عيال وتجاوز يعني يخدتيه من مراته بخصة حب واقنع مراته ان الحياة عادية مفيش اي مانع انه يقنعك ان الحياة عادية ويتجاوز التالتة ولو عنده امكانيات قوية جدا ما يمنعش انه يتجاوز التالتة ويقوم واخد فيلا في التجام معقدة لطيفة او في ستة اكتوبر او في البلد او في اي حتة وكل واحدة فيه كدور والارض يمعاملوا مكتب عشان لو اتقمص يخش بقى يريح هو مع نفسه شوية